السؤال التاني بيقول ايه؟ يقول يا دكتور عمر بعد اذنك انا شاب عمري 25 سنة غير ومتزوج وغير قادر على الزواج وبتريد ااسف في الكلمة بالعادة السرية ماذا افعل وما نصحتكم انا نصحتي شوية امور اول حاجة تعرف ان العادة السرية حرام ما تعملاش ما تعملاش ليه؟ لان انت راجل فاهم وقادر ان انت تتعامل مع نفسك اول حاجة عشان نعالج بقى فكرة العادة السرية اول حاجة انت لازم تمتنع عن مشاهدة اي شيء مثير بالنسبة لك يعني لازم تمتنع لو انت ما العادة السرية دي اتحصل لو انك انت بيحصل لك ان انت مش عارف تتجوز وانا محتاج للجواز ومحتاج لهذه لهذه الشهوة لا الشهوة دي يمكن ان انت تعمل ايه؟ ان انت تهذبها لان الله سبحانه قال وَنَفْسِنَ وَمَا سَوَهَا فَأْلَهَا مَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وربنا مدح المؤمنين بأنهم وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُوا يبقى انت لازم تحافظ على هذا الامر ولا تضعه الا في الحلال وده هاته الاية الاساسية اللي استدلل بني الناس على حرمة العادة السرية طيب تعالا نشوفها نعمل ايه؟ اول حاجة لو انت بتشاهد اي حاجة فيها مادة اباحية بتثير شواء لابد ان تتوقف عن هذا ده اول حاجة لان اصلا مشاهدة الحياة دي في نفسها حرام ثم بيتعقد هذا الحرام ويزداد حرمة لانها تؤدي بيك الى هذه البلوة اللي هي العادة السرية الحاجة التانية الحاجة التانية المهمة كمان اللي لازم نعملها ان احنا نذهب الى العبادات التي فيها نوع من انواع تغيير تصورك عن السعادة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الشخص اللي مش ادر على الجواز ان هو يصوم فيجي لي واحد يقول لي انا مش ادر اصوم اه بس حضرت النبي كان بيشاور على ماذا حضرت النبي كان بيشير ويقدم لنا نموزجا للعبادات التي تهز بالنفس فمسلا على سبيل المثال انت لو شخص مش قادر تصوم نفترض ان انت مش قادر تصوم مع انك شاب بتقول لي 25 سنة وشكرا ان انت قلت لي يعني عمرك قدية عشان اقول لك الحل المناسب طيب فانت العبادة الاساسية اللي انت تعملها عشان تتخلص من فكرة العادة السرية ان انت تعرف ان انت تهزب نفسك بالصوم بس خلينا اقول لك يعني ايه الصوم ليه حضرت النبي قال الصوم حضرت النبي ما قالش الصوم عشان هو بيخنق البناء ادم فيبقى بتكرس في نفسك ان انت الصوم ده بيخنقك لا 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 لان الصوم بيخليك تخرج من لزة وشهوة فانية الى ان تكون مع الله وكأن الصوم بيجدد علاقتك بالله فتستحي من الله ليه بقى بتستحي من الله لان حضرت النبي قال الا الصوم فانه لي فلما انت تكون صائم وتصوم تحس ان انت دخلت حضرت مولاك وبقيت مع الله فتستحي ان انت تعمل شيء يغض بالله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجة الامتناع عن مشاهدة اي شيء مثير الحاجة التانية ان انت تبحث عن العبادة التي تكون فيها موصول مع الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة ان انت تصوم رابح حاجة ان انت تغير نمط حياتك دايما الناس اللي بيحصل لهم مسألة العادة السرية دي بيبقى نمط حياتهم محتاج يتغير محتاج يتغير بينامك حياتك وتدخل اشياء جديدة تدخل عليك السرور فلما تنام وانت مرتاح وانت سعيد بان انت حققت شيء ينفعك وينفع حياتك ويدخل عليك السعادة مش محتاج ان انت تعود ده بشيء بيذهب في لحظة ولا يعود عليك الا بوجع القلب ويعود عليك بالبعد عن الله سبحانه وتعالى اعمل كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويعينك لان الله سبحانه وتعالى صاحب المدد يا سادة تذكرون ان احنا النهاردة تكلمنا عن حديث من من الاروعة الحديث اللي احنا ممكن نهذب بها حياتنا حديث حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلمنا على طبع بيحصل في كتير من بشر انهم لو كان عندهم وديان من مال لطلبوا ان يكون لهم ودي سارس ولا يملأوا عين ابن آدم الا التراب املوا قلوبكم بمعرفتكم بحقيتكم ان الله سبحانه وتعالى احنا كنا في عالم الزر ثم انتقلنا وكنا ترابا ثم اناعم الله علينا بكل هذه النعم فنحن لا نحتاج الى جشع ولكن نحتاج الى ان نملأ قلوبنا بالنظر الى من اذا نظر الى قلوبنا امتلأ بالشبع نظرة منك يا مولانا تجعلنا ننتقل من تروبيتنا الى نورك يا رب العالمين املأ قلوبكم بالرضى الذي يفتح لكم ابواب رحمة الله ومدد الله ويخرجكم من اسر النفس واستعبادها التي تجعلكم تعيشون تلهسون خلف اوراق وخلف الوان ولكن الله سبحانه وتعالى يريدكم ان تحيو في حضرة المنان الرحمن الذي اذا اتخل دخل عليه العبد من باب الفقر املأ حياته بالعطاء والمدد والامتنان يا حنان اكرمنا في كل زمان ومكان برحمتك يا رحمن اشتركوا في القناة